بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مجموعة تعريف مركب دلتين لثانية ثانوي رقم واحد أنصح به شعبات العلم التجربية والتقنية رياضي ورياضي لأنه تمرين رائع حيث قال F وجي دلتان حيث عندنا F لإكس تسعين جذر إكس و جي لإكس تسعين واحد على إكس ناقص إثنان السؤال الأول قال عين D F يعني مجموعة تعريف دل F و D G معناها مجموعة تعريف دل G ثانيا قال عين D ل F دائرة G معناها G تركيب F و D ل G دائرة F يعني F تركيب G إذن لننطلق إلى بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أول في تعيين مجموعة تعريف الدلتين ركزوا إذن هنا أرجوكم إذن نقول تعيين تعيين D F و D G لاحظوا جيدا عندنا أن عبارة ال F هي F لإكس يساوينا جذر إكس ماذا تقول القائدة؟ نقول D F يساوينا هكذا إكس حيث هذا إكس هو عدد حقيقي وما بداخل الجذر لهو إكس يكون أكبر أو يساوي السفر هذه القائدة دائما دل الجذرية ما بداخله يجب أن يكون أكبر أو يساوي السفر هذا ماذا يعني؟ إذا جئنا إلى هكذا وقلنا هنا ناقص ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية هذا R قال هو الجزء من الصفر إلى غاية زائد ما لا نهاية دي أف دي أف تساوينا ماذا؟ تساوينا من الصفر إلى غاية زائد ما لا نهاية هذه دي أف نأتي بعدما أنهينا مع الدي أف نأتي الآن إلى دي جي الدي جي هي دلة مقلوب لاحظوا جيدا إذن عندنا نقول دي جي تساوي إكس حيث إكس ينتمي إلى الأعداد الحقيقية وهذا الجزء الذي يقع في المقام لهو إكس زائد عفوا ناقص إثنان لا يساوي صفر إذن هذا ماذا يعني؟ يعني إذا نقلنا أنه إكس ناقص إثنان لا يساوي صفر ونقلنا إلى هنا يصبحنا إكس لا يساوي إثنان لأنه هو الذي يعدم المقام فماذا نقول إذا جئنا هكذا ها هي الأر من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية عندنا أما الآخر لهو إكس لا يساوي الإثنان إذا جئنا هنا ها هي الإثنان فتصبحنا من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا فماذا نقول؟ فنقول أن دي جي عفوا إذا قلت دي جي ماذا يصبح؟ يصبح كل الأعداد الحقيقية مع عدل إثنان لأنه يعدم المقام إذن ها هي دي جي الآن بعدما استخرجنا الدي أف والدي جي نأتي الآن إلى استخراج مجموعة تعريف مركب الدلتين الدلة النتيجة لاحظوا هنا عندنا كذلك نقول أولا ألف تعيين دي لمن؟ لجير أف يعني نعين هذه ركزوا جيدا أو هذه المهمة واحدة منهما لاحظوا فنقول هكذا مركب الدلتين مجموعة تعريف لديهم ماذا تقول دي لجي دائرة أف تصبح تسوي القاعدة ماذا تقول؟ تقول إكس حيث إكس ينتمي إلى دي أف وان اسمعوا جيدا واف لإكس يكون ينتمي إلى دي جي هذا هو الشرط اسمعوا أرجوكم هذه أف تكون في بطن الجي هذه أف في بطن الجي فنقول إكس بحيث إكس ينتمي إلى مجموعة تعريف البنت اللي هي هذه والبنت بحد ذاتها عبارتها تكون متنتمي إلى دي جي هذا ماذا يعني؟ يعني أن تصبح لنا إكس حيث إكس ينتمي إلى دي أف الدي أف قلنا هو من الصفر إلى غاية الزائد مال نهاية والآف لإكس اللي هي جذر إكس تكون تنتمي إلى آر معادة ماذا؟ معادة القيمة إثنان التي تعديم المقام اسمعوا أرجوكم هنا عليكم أن تفهموا أولا أن إكس ينتمي إلى دي أف دي أفها هي من صفر إلى غاية زائد مال نهاية وآف لإكس هذه الآف لإكس تكون تنتمي إلى مجموعة تعريف الدلاجي اللي هي آر معادة الإثنان هذا ماذا يعني؟ لاحظوا تصبح تساوي ركزوا أرجوكم تصبح إكس حيث إكس ينتمي من المجال من الصفر إلى غاية الزائد مال نهاية وماذا؟ وجذر إكس لا يساوي إثنان لماذا أبنائي؟ ألم نقول أن مجموعة التعريف لهذه الدلاجي أنه أن إكس ناقص إثنان إكس ناقص إثنان لا يساوي صفر اسمعوا جيدا إكس ناقص إثنان لا يساوي صفر ونحن قلنا هذه أف كليا هذه معناها توضع في هذا الموضع أنه قلنا لا تساوي صفر فتصبح لنا ماذا؟ سبحانا كأنما آف لإكس ناقص إثنان لا يساوي صفر أي آف لإكس لا يساوي إثنان يعني كل إكس من الدلاجي أعوضها بعبارة دل أف لما نعوضها بعبارة الدل أف فماذا؟ ينتجي أبنائي أن الجذر إكس وهي عبارة الدل أف لا تساوي القيمة التي تعديم المقام للدلاجي وهي إثنان هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه تصبح تساوي لنا إكس حيث إكس ما زال ينتمي من الصفر إلى غاية الزائد ما لنها وهنا عندنا جذر إكس عفوا لا يساوي الإثنان ما رأيكم أن نربع الطرفين لأن هذه القيمة هي موجبة مجموعة تعريفها هي لديها نربع الطرفين فماذا يصبح سبحانا إكس لا يساوي أربعة أي أنه إكس لا يساوي أربعة تعالوا الآن نعطي تقاطع المجالات المجال الأول ها هو لاحظوا انتبهوا معي المجال الأول من الصفر إلى غاية زائد ما لنهاية المجال الثاني كل الأعداد الحقيقية معادة انظروا معادة كم؟ معادة الأربعة ها هي الأربعة لاحظوا ابناء ها هو وها هو أين هي المناطق التي فيها لونان؟ إنها من هنا ومن هنا فهذا ماذا يمكن أن نقول؟ نقول الكثير يقول مجموعة تعريف من الصفر إلى زائد لا والأربعة يجب علينا أن نتوقف عندها فتصبح لنا د لماذا؟ لجي رون أف تصبح تساوي لنا من ماذا؟ من الصفر مغلوق إلى الأربعة مفتوح اتحاد من الأربعة مفتوح إلى غاية الزائد ما لا نهاية؟ هذه هي مجموعة تعريف لجي رون أف هكذا بعدما أنهينا مع مجموعة التعريف الأولى نأتي الآن إلى مجموعة التعريف الثانية يعني معكوسة ننتبه جيدا إذن لاحظوا معي أبنائي فنقول هكذا انتبهوا أرجوكم سوف نترك مجموعة التعريف الأولى والثانية ثم نأتي الآن إلى د لمن؟ لأف دائرة جي تصبح تساوي نفس الشيء إكس حيث الآن إكس هذه الجي هي التي تصبح في بطن الأف تصبح أنها إكس بحيث إكس ينتمي إلى دي جي و جي لإكس يصبح ينتمي إلى دي أف يعني الأمر عكس تصبح تساوي لنا هكذا إكس حيث إكس ينتمي إلى دي جي اللي هي أر معادة القيمة التي تعديم المقار وماذا؟ وجي لإكس ما هي جي لإكس؟ لهي واحد على إكس ناقص إثنان عفوا إكس قلت ناقص إثنان يصبح ينتمي إلى المجال من الصفرة إلى غاية الزائد ما لا نهاية هكذا الآن هذا ماذا يعني؟ هذا يعني وكأنما هذه القيمة اسمعوا جيداً كأنما توضع في هذا المكان لما نضعها في هذا المكان ماذا ينتج؟ نقول تصبح تساوي إكس حيث إكس ينتمي إلى أر معادة الإثنان وماذا؟ واحد على إكس ناقص إثنان يكون أكبر أو يساوي الصفرة لماذا؟ لأن هذا المجال ما هو؟ من الصفر إلى زائد ملانية معناه أن هذه القيمة تكون قيمة مجابة اسمعوا جيداً واحد على إكس ناقص إثنان ينتمي إلى المجال من صفر إلى زائد ملانية معناه ينتمي إلى الصفر معناه هذه القيمة تكون أكبر من الصفر يعني لها الحق أن تكون هذه القيمة اسمعوا جيداً في هذا المجال معناه تكون أكبر أو يساوي الصفر الآن هذا ماذا يعني؟ يعني أننا تصبح تساوي لنا x حيث x ينتمي إلى r معادة الاثنان وماذا؟ وعندنا واحد على x ناقص اثنان أكبر من الصفر هذا ماذا يعني؟ يعني أن x ناقص اثنان أكبر أو يساوي الصفر إذن ولنكمل ولنتابع جيدا إذن لاحظوا هنا جيدا أبناء إذن تصبح تساوي لنا هكذا أركزوا إذن x حيث قلنا x ينتمي إلى r معادة الاثنان وننقل هذا إلى هنا فماذا ينتج؟ ينتج لنا وx أكبر أو يساوي لنا الاثنان تعالوا الآن نجعل تقاطع ما بين المجالين لاحظوا جيدا إذا جئنا ورسمنا هكذا مجال الأول انظروا وتابعوا ها هو المجال الأول من ماذا؟ قلنا من r معادة الاثنان r معادة الاثنان معناه كل الأعداد الحقيقية من ناقص ما لا نهاية وهنا عندنا الاثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية لاحظوا الآن و كلمة و هي التقاطع و x أكبر أو يساوي الاثنان x أكبر أو يساوي لنا الاثنان معناه يصبح من لاحظوا يصبح لنا من هذا المكان إلى غاية زائد ما النهاية الآن ماذا يصبح لنا؟ يصبح لنا d أن الاثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية يقول أحدكم لماذا؟ هذه r معادة الاثنان وهذه من الاثنان إلى زائد ما لا نهاية إذن فإن المجال يصبح مفتوح لأنه ليس اتحاد التقاطع إذن واحد كل الأعداد معادة الاثنان والآخر من الاثنان إلى زائد ما لا نهاية فتصبح لنا المجال هو مجال مفتوح مثل ما تلاحظون هنا باللون الأخضر فتصبح لنا مجموعة التعريفية من اثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية لمن؟ ل d لمن؟ ل f دائرة g أما هنا لاحظوا d ل g دائرة f لاحظوا من الصفر إلى الأربعة مفتوح اتحاد من الأربعة إلى زائد ما لا نهاية أما هنا d ل f دائرة g هي من الاثنان إلى زائد ما لا نهاية هنا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن عملية التركيب ليس عملية تبديلية معناها d لمن؟ ل g دائرة f لا يساوي d ل f دائرة g إذن لا يساوي ليس عملية تبديلية أظن أن الفكرة قد وصلت إن شاء الله وفي الأخير أبناء وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة العافية والترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ أمور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته